لا عزل بعد اليوم في إنجلترا حتى ولو كنت مصابا بكوفيد فرئيس الوزراء البريطاني قرر إزالة جميع القيود المتعلقة بالوباء ضمن خطة التعايش مع كورونا عازيا الأمر إلى نجاح حملة التلقيح التي بلغت نحو 85% الحكومة منحت حرية تقدير الأمور للمواطنين في كيفية مواجهة الوباء لا أستطيع الآن الإجابة على مسألة استقالتي عندما يصبح لدي شيء هام سأقول الكثير بعد انتهاء الشرطة من التحقيقات بشأن خرق قواعد الإغلاق جونسون يعلن النصر قبل الانتهاء من الحرب على كورونا هكذا اعتبرها حزب العمال المعارض فيما اتهمه بعض النواب بممارسة لعبة روليت من أجل الحفاظ على منصبه أما الشارع البريطاني الذي انقسم حول قرار حكومته فيشعر بالقلق على صحة الملكة إليزابيث بعد إصابتها بفيروس كورونا أن قلقة على صحة الملكة فهي طاعنة في السن وقد يكون جهاز المناعة لديها ضعيفا إزالة قيود كورونا في رأي العلماء خطوة محفوفة بالمخاطر في ظل تقديرات رسمية تشير إلى إصابة واحد من كل عشرين شخصا في بريطانيا فيما تعرضت الحكومة لانتقادات من النقابات العمالية بسبب إلغاء الفحوص المجانية للفيروس التي تكلف الخزينة ثلاثة مليارات دولار شهريا إلغاء جونسون قيود كورونا هدفه إرضاء نواب حزبه ورجال الأعمال حتى يتمكن من البقاء في السلطة خطوة قد تنقلب ضده في حال تعرضت البلاد لانتشار سلالة جديدة من الوباء فضلا عن تغريمه من قبل الشرطة لخرقه قواعد كورونا أثناء الإغلاق العام موسى سرور لندن الميادين